السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي يا عسلات قلبي يا كتكيت قلبي يا فتفة السكر انتو يا حلوين يا امرات يا شربطات تعالوا بقى بسرعة معايا شوف الفيديو المنتظر تعالوا شوفوا القودة بقت جميلة ازاي بعد ما بيتها وروقتها ودلعتها وفرفشتها وطبعا جبت الاستاذ النجار ونقال لي طبعا السرير اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين بشكركم جدا 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 وتعالوا شوفوا الفيديو النهائي والدنيا عاملة ازاي واول حاجة كده دخلت عليها صلوا على النبي يا حبيب قلبي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدنا النبي اول حاجة يا حبيب قلبي دخلت على البلكونة واعملت السلك بتاعها ولمعت الازاز كده عناش في اوام اوام زي السيمة ومسكت البلكونة كناستها ومساحتها تمام وبعد كده نخش على الايه بقى على الاوضة هننكنس الاوضة مع بعض جينا وهنلمع الاوضة مع بعض جينا برده وقوموا كده تشتاروا وتعسلوا وتنتاتوا وتفرفشوا وتمتمشوا متمشوا مش عارف يعني ايه بس ما علينا المهم كده وقولولي بقى انتوا ايه رأيكم في في الاوضة نومك وتغير في اي حاجة في البيت مش عاجبك تغير فيها والله العظيم باقل التكلفة والله ما بجزب عليكم يعني زي انا ما جيت كده عملت القوضة دي نقاشة على فكرة انا عاملة نقاشة من سنة فاتت انا عاملة نقاشة في القوضة اللي هي كت فيها قط النوم القوضة الحار دي انا وكمان انا اللهم اصلي وسلم عليك يا سيدنا النبي نزلت في وسط البلد جبت البلاستيك اللي هو بتلزق في الارضية دي انا اللي جبته بايدي وشلته وجبته والله ما صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي انا اللي فراشت في الارض انا اللي فراشت في الارض لا احتاجت الصنايا ولا احتاجت اي حد وقصيت وزبطت واقست بالمزورة والتمام التمام عايز اقول لكم ان انا البلاط بتاعي بتاع الشقة اوحش بلاط في العالم بلاط يا جماعة بشقة دي كنتوا شايفينه بتاع البلكونة سيء جدا ارض حاجة ويعني ايه دي ايه دي الظروف فلما يعني قلت كده ايه في يوم الايام ايه يا ناصر او ربنا فتحها عليك غير السيراميك لكن لقيت يا جماعة شيل سيراميك وغير وعمل وتكلفة تكلفة ان انت تجيبي صنايا يكسر ويشيل وينزل وتكلفة كمان ان حد يركب جديد يعني انت هتدفعي يعني يعني مبالغ وقدرها فحسنت طب ليه ليه هنرزنوا نفسنا لزنقى دي فكان ابسط حاجة بالنسبالي ان انا انزل اجيب البلاستيك ده من وسط البلد ولزقه وعمله لحتاجت الصنايا ولحتاجت حاجة وممكن كمان تركبيه من غير ما تلزقيه ممكن تركبي انا في القوضة الجوانية انا مركبها من غير ملزقه مش ملزق بمادة لزقه ولا اي حاجة عادي فعايز اقول لكم الحياة بسيطة جدا والدنيا بسيطة جدا وممكن زي ما بقولك كده ما ترهكش نفسك في اي حاجة فممكن تجيبي حاجات بسيطة جدا ويتغيري في البيت وكده بقال لحاجة وحطا لكم الفيديو على المنتدى المهم هنا بقى دخلت على القوضة انا طبعا ايه اللي انا نقلته زي ما اتكلمنا مع بعض كده نقلت التسريحة ونقلت واحد كومدينو ونقلت السرير بس بس لاني طبعا انتوا لو ما كانش حد طبعا عارف دخل القناة لسه جديد فليه يا ناصر انا قلت وما نقلتش نقلت يا جماعة عشان القوضة كانت حر جدا 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 وكمان المنور بيجيب ريحة سيئة جدا جدا وقبل كده سلكنا المجاري من شهر فاته ودفعنا مبلغ وقدره وبعد اسبوعين تلاتة هبت الريحة تاني فبصراحة انا مش عارفة انام فيها فعشان كده نقلنا السرير والتسريحة وطبعا بشكركم جدا جدا لان انتوا دايما بتقفوا جنبي ودايما بتوجهوني ودايما بتقولوا لي ده صح وده غلط فربنا يا ربي يكرمكم ويجعلوا كل حاجة كويسة بتقولوا هالي وبتعملوا هالي في مزان حسناتكم وزا كنتوا انتوا بتستفيدوا مني قرات واحد فانا بستفيد منكم 24 قرات بتكلم بجد انا ساعة ما جيت قلت لاما ادم هنا بقى عايز اقولكم على حاجة هنا بقى الكوميدينو ده طبعا عشان انتوا عارفين قوضة صغيرة ودايقة الباب باب القوضة بيخبط في الكوميدينو فانا قلت اي حاجة احطها بين الكوميدينو والباب اي حاجة ممكن نملئ زيزة مية ونقفلها ونحطها ممكن خددية صغيرة ممكن شلطة صغيرة ممكن اي حاجة قولولي برضو انتوا وجهة نظاركم تمام عايز اقولكم كمان على حاجة الحماية مهمة جدا للمرتبة جدا 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 لو مرتبة قطن فانت عادي هتخلع الكسوة هتخسليها انما دي مش مرتبة قطن دي مرتبة سفنج زي ما بيقولوا كده اللي هي السوسط او اين كان يعني فانت محتاجة فعلا كفر الكفر ده مايقلش اهمية عن اي حاجة لانه بيحمي لانه بيبقى مبطن بمشمع وبيحمي مش بس لو انت عندك اطفال هيعملوا بيبي او كده او بتاع لأ انت برضو ممكن تبقعد على السرير معك كبات شاي معك حاجة ساعة بتشربيها ما يسلمش الامر حاجة تندلق منك حاجة تبقى عليها بتاع فانت الكفر ده مهم جدا يعني مهم جدا فاهميني فمهم جدا الكفر يكون على اللهم وصلي وسلم عليك سيدنا نبي على المرتبة هنا لما جيت افرش الملاية طبعا انا كنت موطية فعشان كده خليت الكاميرا الناحية التانية بحس ان انا ما تجبنيش وانا موطية بفرش الملاية لان طبعا زي ما انتوا عارفين او بفرش الكفر او اي ان كان لان طبعا انتوا عارفين ان طبعا دي مش احلى حاجة فاااا يعني ايه ناخد بالنا تمام هنا طبعا الكرسي التسريحة ده ااا ما عارفش ان كان الكرسي ده جديد ولا قديم اا نظام بتاعه ايه بس اجمل حاجة في ان هو مجوف بتستفيد منه بتحط فيه اشربات او بتحط فيه اا شرابات انا حتى انا حتى فيه شرابات وحتى فيه اشربات وابندانات بتاعت الاشربات يعني ايه برضو مستفدة بيه بصراحة يعني وحاسة كده ان الاوضة بيقت بسيطة جدا وسهلا ومفهاز زحمة لان الاوضة طبعا صغيرة وحاسة برضو انتوا عارفين كنت جابة سجتين معاكم من السنة اللي فاتت مت هقليش ان انا هفرش الاسجادة دلوقتي هفرشها بقى لما الشيتها يخش وعليكو خير خلاص الشيتات اقرب يخش وهنا ايه ده ايه ناصرها ده انت عملت مقطع قابل مقطع اه لا لا مش فاكرة اه هنا بقى بركب الام عايز اقول لكم ان انا طبعا السرير مكانش ليه ملايات خالص مكانش ليه ملايات خالص انا دخط 7 دخط في المنطقة اللي انا فيها ملاقيتش غير الحاجات المشجرة اللي تقرف وضربين في العلالي في الاحياء الشعبية ضربين يقولك 300 جنيه و400 جنيه حاجات يعني مقرفة زي الحاجات الخضرة بتاعت الاطفال دي وحشة جيدة الرديقة نزلت طبعا التوحيد ونور اللي هو في مدان الجيزة لفيت كتير بصراحة وفين وفين لما لقيت عايز اقول لكم انا جبت الطقمين وصورتهم معكم من فترة تمام عايز اقول لكم الطقم كان ب130 و140 و250 يعني خامات جميلة جدا وحاجات بسيطة جدا فبرضو تنزلوا كده ايه ما تجيبوش اي حاجة وترمو فلوسكو في اي حاجة لا انزلي برضو هات الحاجة المناسبة واعتقد انه كفاية تأمين جدا على اي سرير او على اي قوضة تشيلي واحد تخسليه وتفريش التاني الفرش والحاجات يا جماعة مش بكترتها وزي برضو هكرر تاني واقول لكم ان انت باقل التكلفة ممكن توضبي ممكن توفري ممكن تجيبي لو انت عندك بلاط رديق زي اللي عند ناصرة كده ممكن تنزلي وبدل ما تجيبي سراميكو وتغيري وتشيلي وتعملي تجيبي المشمع ده اللهم لك الحمد وشكرا رب العالمين البلاستيك اللي انا عاملاه في الارض ده بسيط جدا وسهل جدا وعلى فكرة ممكن او انا ايه او انا رحت فيه بسم الله الرحمن الرحيم اه المرة اللي فات كنت بفرش الكافر والمرة دي بفرش الملاية فعشان كده وديت الكاميرا اتجاه التاني تمام زي ما انتوا فاهمين وقولوا لي بقى ايه رأيكو ان انا حطيت الخدادية دي كانت بتاعة الانطرية حطيتها كده بين بين الكوميدينو وبين الباب لانها الباب هيفضل يخبط فيها فهيجرح الكوميدينو واحنا بصراحة مش عايزين نجرح الكوميدينو خليه كده ربنا يهدي تمام انتوا ايه رأيكو كده ايه رأيكو مستنيا برضو رأيكو متعليقاتكم كده على الفيديو وحبيت ان انا اعمل الفيديو مختصر بالقوضة بس بفرشها بحاجتها بشكلها بكل حاجة وكمان عايز اقول لكم انا خلعت استطارة اللي في القوضة استطارة البيضة اللي انا كنت جايبعة سيقول لكم استطارة دي كلام فاضي بمية جنيه ولا بمية او حاجة كلام فاضي خالص يعني مش مكلفة خالص كان جنبنا احنا ساكن معانا في البيت حد بتاع ستاير او اهله ساكنين معانا في البيت محل جنبنا روحت قال لي نقيت ارخص حاجة والحاجة السادة الحاجة السادة البسيطة الرئيقة اللي ما فاش اي حاجة وليلي برضو ايه رأيكو كده في استطارة وليلي ايه رأيكو في القوضة وفي الفينيش الاخير حبايب الحلوين ما تنسوش تشيروا الفيديو عشان الناس تستفيد بيه وانتو كمان تستفيدوا بيه فعايز اقول لك كل حاجة عمليها بنفسك اللي تقدر تعمليه بنفسك اللي تقدر تعمليه بنفسك مش لازم تجيبي صناياي ومش لازم تقولي انا محتاجة مبالغ وقا وقدي كده عشان اوضب وزبط لا بالعكس والله قالت تكلفة هتعملي اي حاجة انت نفسك فيها وزا ما بقولكو المشمع او البلاستيك اللي في الارض بسم الله ما شاء الله كله كده متناسك مع بعضه بستنية طبعا رأيكو في على الفيديو حبايب الحلوين وانا يا جماعة ما بحبش علق صور او الايات القرآنية الايات القرآنية او صور اي صور ما بحبش علق على الحوائط انا بحب الدنيا فاضية كده وبسيطة وتبصي للحوائط تحس ان انت نفسك مرتاحة مفيش اي حاجة متعلقة ولا مطلطعة ولا ديكورات ولا مقارات انا بحب الدنيا بسيطة كده وشكلها بسيطة وهدية قولولي انتو ايه رأيكو كده في الدنيا كده انشاء الله يا ربي الفيديو كنا عجبكم وبشكركم جدا جدا وبتمنى طبعا تدعولي دعواتكم الجميلة كده ان ربنا يديني الصحة ويباد عنينا اي حاجة وحشة شوفكم على خير في فيديو جديد